زوج ينهي حياة زوجته وبناته بالهرم بمحافظة الجيزة وشاهد عيان شغل أغاني علشان صوتهم ما يطلعشوا وهو بيقتلهم أهلا بكم متابعين قناة محمد سيف الدين شهدت منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة وعقاعة مفجعة ومأساوية حيث أقدم زوج على زبح زوجته وبناته مما تسبب في وفاة الأم وإحدى بناته بينما تم نقل سلاس بنات أخريات إلى أحد المستشفيات حتى يتلقى العلاج اللازم لهن نتيجة إصابتهن بجروح قطعية في الرقبة وقال شاهد عيان أنهم لم يشهدوا وقاع مثل هذه من قبل لافتا إلى أن المتهم أقدم على تشغيل مزيكة وأغاني بصوت عالي في أثناء تنفيذ جريمته حتى لا يسمع الأهالي أو الجيران أصوات استغاسات زوجته وبناته خلال تعرضهم للزبح على يده وتعود تفاصيل الوقاع عندما ورد إلى الإجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغ من أهالي كفر غطاطي يفيد بالعصور على أسرة مسبوحة مكونة من أم وبناتها الأربعة وسرعان منتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل ورود البلاغ رفقة سيارات الإسعاف وذلك من أجل الكشف على ملابسات حدوث الوقاعة فضلا عن نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم في تلك الوقاع هو عام الخردة يدع عبد المولى ومفرج عنه من السجن حديثا وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه على خلفية اتهامه بإنهاء حياة زوجته وابنته وإصابة بناته الثلاثة بجروح قطعية في الرقبة وجاءت أسماء الضحايا كالآتي زوجة المتهم رانيا حسن محمد عبد المقصود البالغة من العمر 40 عاما ربت منزل وابنة المتهم جانا عبد المولى بكري 11 عاما بينما أصيب كل من بنات المتهم ساجدة عبد المولى بكري 5 أعوام ومن عبد المولى بكري 15 عاما وملك عبد المولى بكري 18 عاما ولفظت زوجة المتهم أنفاسها الأخيرة إصار تعرضها للزبح على يد زوجها ثم لحقت بها إحدى بناتها متأثرة بإصابتها وتم نقل المصابات الأخريات إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم نظرا لحالاتهن الحارجة